وراء جاي الستوديو كده فكرت بأنه يعني بدأ بعض المدارس بالذات للأطفال الصغيرين المدارس خلاص يعني ما بين مايو ويونيو هتبدأ الأجازات والناس تاخد أجازات الصيف طبعا السنوية العامة لسا مكملين لشهر يوليو ولكن يعني هيبدأ يبقى فيه أجازات أحيانا بيبقوا الأهل في الوقت ده مش عارفين يعملوا إيه خصوصا بأنه الأطفال بقهم منكبين طول الوقت على الآيباد أو على الموبايل أو على اللابتوب أو على التلفزيون فمش معقول الحياة كلها تبقى كده زمان لما كان الجيل بتاعنا أنا فاكرة أنه كانوا أهلينا بيزقونا طول الوقت على النوادي يا نبقى في الكشافة يا نبقى مثلا في التلاقع كان في حاجة اسمها كده وكانت بدايتها بتبقى في المدرسة أو موجودة في النوادي أيا كان إيه فكرت كده أنه ممكن كمان وزارة الشباب تدعم وناعرف أن هي بتعمل معسكرات عمل ولكن في الأجيال الصغيرة دي ممكن تعمل إيه هل ممكن نبدأ يعني نفكر بصوت عالي لأنه كمان الطفل الصغير بتاع 8-9 سنين ما بقاش هو الطفل اللي كان عنده 8-9 سنين من 10 سنين العقل بقى يعني مدركه أوسع وبقى خياله أوسع لأنه كمان بقى منفتح عن العالم فهل فكرة التطوع يعني إزاي أبقى متطوع ولازم تبدأ من البيت علشان يتعود الجيل الصغير ده أنه ممكن يساعد وأنه ما ينفعش طول الوقت ينتظر أنه يجيله الحل يا إما من البيت يا إما من المدرسة طب إزاي ممكن أتطوع إذا في ناس عندها نوادي في ناس ما عندهاش نوادي في ناس بتروح مراكز شباب في ناس ما بتروحش لا ممكن التطوع يبقى في أي حاجة حتى لو كان في العيلة حتى لو كان في البيت أنت متطوع النهاردة أنك تنظم ده أنت النهاردة متطوع أنك هنديك مثلا ميزانية صغيرة للبيت وإنت متطوع أنك تفكر هنعمل بيها إيه؟ فكرة أن أنا عود ولادي طول الوقت على المشاركة وأن أنا أحسسهم بأنك شخص مهم حتى لو كان طفل صغير أنا ممكن أقول له إحنا عندنا مكتبة صغيرة في البيت يريد تنظمها وتعمل استعارة للبيت نفسه واللي ما أراش أنت ترجع له الأطفال بيحبوا الحاجات دي بس ادوهم من الوقت وادوهم من وقتكم ومن التفكير وكمان سيبوهم يجربوا يعني سيبوا مثلا لو في حاجة ممكن يعملها في نادي في مركز شباب في أسر ثقافة في أي مكان خليه فكر أنه يبقى يقدر يعمل أي حاجة حتى لو مجموعة أطفال يقدروا يعمله أحسن من أنك طول الوقت سيبه قاعد بس موجود في البيت وحاطت وشه يا إما في آيباد أو موبايل أو أي حاجة لأنه فكرة التطوع دي هتفيد قوي قدام وسنين قدام العالم كله ما بيمشيش غير كده يعني ساعات احنا نقعد نقول العالم المتقدم وبيعمل أي طب العالم المتقدم لا بيدور على الحكومة ولا بيعتبر الحكومة بابا وماما أبدا ولا بيبص بالعكس المجتمع المدني بره مجتمع نشط جدا وبيبدأ من الأطفال الصغيرين حتى الكبار يعني لازم يكون عندهم يا هوايات يا تفكير يا مسئولية فأعتقد أن احنا مع دخول الأجازة لازم نبدأ نفكر في الحلول دي أعتقد أن إن شاء الله في يوم الخميس أنا أحاول مع فريق عمل التسعة نعمل شوية أفكار ونقدم شوية أفكار للشباب ونعمل شوية حلول ونترحى على وزارة الشباب والرياضة يمكن يكون فيه حل نقدر نتشارك فيه ويبقى فترة الصيف فيها شيء مفيد